اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع الصباح الخير للجميع انتم مننا وتكونوا بخير وعلى خير وكذلك الاهل والاحباب. اخوان فيديو اليوم في اخبار صار تاريد من المملكة المغربية ومن الجارة اسبانيا. غدين تكلموا فعلة موضوع الحدود البحرية وجديد الرحلات البحرية اللي ممكن اه نسمعوا عليه في الايام او في الساعات المقبلة فيما يخص عودة الرحلات البحرية والسماح الاخوان بمغادرة او السفر من و الى المملكة المغربية عن طريق البواخر والسفون. غدين تكلموا كذلك الاخوان الى اخر خرجات دي الاحد مسئولي واحد اعضاء اللجنة العلمية في المملكة المغربية فيما يخص البروتوكول الصحي فيما يخص القيود والسروط المفروضة على الاخوة والاخوات الراغبين في السفر من و الى المملكة المغربية. وفي ختام الفيديو غدين نحاولوا نطح الصورة البعض. اخوان حول القيود الان المعمول بها الان. انه من خلال الفيديو البارحة شفت عدد من الاسئلة. باقي بعض الاخوان عندهم لكن قبل ما بدأوا الاخوان حبيت نشارك معكم واحد. لما اقطع فيديو قصير جدا المتجيل وتقريبا دقيقة. جيل واحد شخص اسباني. فيديو جميل جدا. نخلكم تشوفوا الفيديو ولا نعودة لتترق الى تفاصيل اه مواضيع اليوم. اشتركوا فيديو جدا. اشتركوا فيديو جدا. اشتركوا فيديو جدا. اشتركوا فيديو جدا. جدا. toda su pandilla y el frente polisario ha muerto España ha dicho que apoya a la autonomía del Sáhara Magrebía Polisario, polisario, déjate de llorar que vendrá Pedro Sánchez y de España te va a char Polisario, polisario, déjate de llorar que vendrá Mohámez esto y un chancletazo te va a dar significa que lo que hacemos es muy engolido es bueno, sin disser aquí vamos a ver el mau el mago de hashtag hoy vamos a問ar بين المملكة المغربية والجارة إسبانيا وهذا والدليل على هذا هو أنه في الفترة السابقة كانت الحدود البحرية مفتوحة ما بين المغرب وفرنصا وما بين المغرب وإيطاليا وكانوا رحلات بحرية بينما أقرب معبر بحري للمغرب كانوا إسبانيا ولكن رغم ذلك كان مسدود علاج ماشي سبب غوباء ولكن لسبب الأزمة التكنوماسية اللي كانت ما بين المملكة المغربية وجارة إسبانيا بخصوص يعني دخول الإرعابي إبراهيم الرخيص إلى إسبانيا بوتائق مزورة هذه وهذا الشيء اللي كان يعني بأعتر الأوراق دي العلاقة الدبلوماسية ما بين المغرب وإسبانيا هذا الحديث اليوم على الحدود البحرية وعودة الرحلات وأنا متأكد متأكد يعني مئة في المئة أننا سنسمع قرار فتح الحدود المغربية البحرية قريبا وهي هذه المسألة هي مسألة ساعات أو أيام وبالخصوص عودة الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا هذا القرار ليس لانتهاء المتحور دي الأوميكرون أو الكوفيد ولكن للتحول الإيجابي في الموقف الإسباني تجاه قضية دي الوحدة الترابية المغربية والصحراء المغربية لأنه بلا من خبيه على بضيتنا كل شي تعرف بأنه الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا كانت مغلقة لهذا السبب فقط منذ فترة بسبب موقف إسبانيا الدائم لجبات بوليزاريو جبات المرتزقة الإرابيين ولكن البارحة ويعني فجأة بعد صدور واحد الإعلان الحكومي رسمي من طرف بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية قال بأنه أعلن أن المقترح دي المملكة المغربية فيما يخص مقترح الحكم التاتي هو أحسن حل و لمسألة صحراء المغربية وهذا بعد فضيحة الدخول كيف قلنا زعيم القياط مبراهيم الرخيص إلى إسبانيا بهوية مزورة شيء اللي كان قلق السلطات المغربية وخلها تجمع وتطوي مع إسبانيا وتقلب عليها وهذا الشي اللي دفعت آآ يعني اللي دفعت تمنجيله وشكون دفعت تمنجيله هو الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وبالخصوص لإخوان والأخوات والجالية المقيمة في إسبانيا لأنه كان يعني تيش كلهم عائق كبير للعودة إلى أرض الوطن ولكن كيف تنقوله دائما آآ مسألة الوحدة الترابية وآآ عنا عزيزة وفوق كل اعتبار وفوق حتى مصالحنا الشخصية ولكن بعد هذا التغيير ديال السلطات الإسبانية في الموقف ديال السلطات الإسبانية الآن حان الوقت آآ باش تقرر السلطات المغربية عودت العلاقات إلى ما كانت عليه وهذا الضائر منذ البارحة إنه بدأوا كين يعني بعض آآ مؤشرات تتبين بإنه آآ آآ عادي تعود العلاقات إلى أحسن من ما كانت عليه آآ سابقا وخير دليل على ذلك هو أنه مقرر تقرر البارحة أصلا آآ زيارة آآ وزير خارجية إسبانيا قبل نهاية الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر وكذلك تم الإعلان آآ صباح اليوم في صباح على واحد زيارة مرتقبة جير رئيس الحكومة لإسبانيا بيدرو سانسيس إلى المغرب وهذا هذا من بين المؤشرات ومن بين المعطيات اللي خلتني أنني أنني آآ متأكد آآ أنه غادي نسمعه في الأيام إلى ما كانت الساعات في الأيام آآ قريبة المقبلة أنه عن فتح الحدود البحرية مع إسبانيا وقريبا سيعود المغاربة جل إسبانيا ومغاربة أوروبا للسفر عن طريق الموانئ الإسبانيا إلى المغرب والعكس كذلك من المغرب إلى إسبانيا وغد يكون واحد لانفراج يعني آآ لمصلحات الإخوان والأخوات الجنة آآ قاتلين بأوروبا وبالخصوص بإسبانيا إنه ما بقاش لأن السبب لإقفال هذه الحدود آآ مدام إنه إسبانيا غيرت وخطعات إلى شروط الجل المملكة المغربية اللي كانت وضعها لعودة العلاقة هو تغيير جل الموقف الإسباني فالمسألة جل الترابية والصحراء المغربية وخير دليل كذلك الإخوان بعض الأخبار اللي تتأكد هذا التحليل جلنا لهذا التغيير الجدري في الموقف الإسباني تجاه القضية الوحدة الترابية هو قيام سلوطات أخبار آخر أخبار لوردات اليوم وفي الصباح تتبين بأنه كين قامت سلوطات الإسبانية صباح هذا اليوم بمجموعة من الاعتقالات التوقفات لبعض السماصرة وبعض المرتزقة المحسوبين على جبهات بوليزاريو وغادي يكون معهم تحقيق هذه المسائل هذه النقطة ها يكون لا تتبين بأنه كين انفراج في العلاقات كين واحد تحسن في التعامل ما بين البلدين وهذا غادي يكون كنتيجة لغادي جنيه التمرجلة هو أنه غادي يتم الإعلان على فتح الرحلات البحرية وفتح الحدود البحرية مع إسبانيا وبهذا غادي تفتح جميع الحدود البحرية مع بعض الدول الأوروبية وغادي يتمكن الإخوان جينا أخيرا وهذا اللي غادي يعطي الفرصة لإخوان جينا أنهم يراجعوا يسافروا عن طريق هذا المعبر جي الإسبانيا الموانئ الإسبانيا هي أقرب نقاط عبر إلى المملكة المغربية نجيو الآن إلى خبر آخر صار ومفرح لورد البارحة هو خرجتين كانوا خرجتين إعلاميتين ديال جوش ديال المسؤولين وأعضاء في اللجنة العلمية اللي هما الإبراهيمي وسعيد متوكل ومعاكين إحنا غادي نركز على كلام سعيد متوكل إنه الآخر خرجت ديال البارحة هو يعني عضو في اللجنة العلمية بالمملكة المغربية وخبير واختصاصي في المجال لأوبئة قال بإنه المغرب سيخفف صريح العبارة المغرب سيخفف من القيود أكتر خلال أسابيع المقبلة وهذه كإشارة على إنه غادي المغرب غادي يغير أو غادي يحدف أو غادي يغير ذاك البروتوكول الصحي قبل حلول شهر رمضان إن شاء الله نتمنى إنه شهر رمضان يكون يعني كما عودنا هو تيجي إنه بشائر الخير وبشائر الرحمة إنه السلطات المغربية الآن وبعد انفراج في هذه الأزمة الإسبانية غادي يكون كذلك انفراج حتى في طريقة اتخاذ القرار ذي السلطات المغربية ولا وزار الصحة ولا لجنة الإيمية وغادي يعدلوا وغادي يقوموا بعض تخفيفات في القيود تخفيف القيود المفروضة على المواطنين المغرب ولا أي شخص راغب في الصفار من وإلى الملكة المغربية وترجع المياه إلى مجاريها وتمكن إخواننا بالعودة وصلاة الرحم مع الأهل ومع البلد نجيو الآن كآخر نقطة في هذا الفيديو هو للتوضيح فقط بعد نشر الفيديو مجموعة من التعليقات مجموعة من استفسارات وبعض المعلومات المغلوطة اللي تسمعوها في بعض المواقع الإعلامية كين بعض الإخوان اللي صافروا في هذا الأيام مشكورين تعطونا دائما الجديد كيف مرت يعني الطرف دي الرحل التلهم كين إخوان تسولوا واش يمكن المغرب بدون يجواز اللقاح أو بدون يعني تحليله لأنه سمعت واحد سيد مشا كين أخت مشت صفرات يعني بشروط عندها شروط اللقاح ومشات للمغرب في الجماري كما سولوا على والو هذا لا يدل على أنه ما بقاتش شروط يعني متبقة ولكن تدبقى مسألت هداك الموضف دي الاستقبال أو داك الجمرو كل اللي يخذ الوثائق وجواز صفر عندها الأخت ما باشي يخدم ولا ما باشي يرس راسه وما قلب شادش ولكن ويكون جير تحليل باشي يمكن لهم المغرب يعني الاخوان اللي ما مشي ملقحين مادوا مش جواز اللقاح مستحيل واخد سمعوا بأنه مشا واحد السيد وما قلب ورقمة وكين يعني تساهل في المطارات المغربية ولكن ليس هناك يعني امكانية للصفر لغير الملقحين حاليا نتمنوا انه كلام سعيد متوكل اللي يتم تطبيقه على ارض الواقع في الساعات المقبلة باش يتمكنوا اخواننا الغير ملقحين باش يصفروا المملكة المغربية فيما يخص الاخوان اللي سكنين في المغرب وبغي ان يخرجوا برها القاعدة دفقها نفسها الناس يجب عليهم تقديم جواز اللقاح جرعتين الى باقي ما فيت اشربع شهور الى فيت ربع شهور تخصي جواز اللقاح تكون ثلاث زروعات بالنسبة المسألة اللي التوضح اللي بوا يمشي والمغرب اش بارع لكل شي جواز اه تحليل لازم تكون معا اللقاح باش تمشي المغرب بينما الخوتنا اللي في المغرب وبغي ان يصفروا برا ماشي اش باري تتشوف البلاد اللي انت غادي لها الى ديك البلاد مثلا غادي لطوركيا ما تطلبش ما تتيروش كنتي غادي ما تكون فاتكم وانتمنى ودعائنا ان شاء الله بان اوروبي غادي يفرج عندنا وانا السلطة المغربية في الساعة المقبلة غادي يتم الاعلان على تغيير في مسألة الحدود البحرية وانتمنى وكذلك يكون تغيير واشارة الى الحدود البرية لانه كان اخوان دينا تدخلوا المغرب عن طريق معبر القرقرات عن طريق الحدود البحرية نتمنى انه يكون وعد الانفراج في المسألة هذه وتمكنوا اخواننا جميعا لبحري ولا جويا ولا برين انهم يرجعوا الى بلدهم ويزوروا الاهل جيلهم ويصيلوا الراحم مع الاقارب جيلهم اخوان نتمنى لكم يوم طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته